السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير جميعا. اهلا وسهلا بكم في قناة موزيوم وليو كوروشي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مقلمة مدرسية. اه على شكل غزالة زي ما شوفنا صورتها في اول فيديو. مقلمة جميلة جدا. اه من الاشكال الكرتنية للاطفال بتحبها. وهي سهلة جدا يا جماعة كمان بالنسبة للناس المبتدئين لان انا هشتغلها كلها بغرزة حشو عادية خالص. وهنقفل بغرزة منزلقة زي ما هنشوف مع بعض. اه سهلة جدا ان شاء الله. يلا بنا نبدأ على طول نشوف هنعمل ايه? انا هستخدم اه خط صوف مصري اسمه اكرو. اشتغلنا به في كزا فيديو قبل كده. هستخدم اللونين دول. زي ما احنا شايفين هما الوان الغزالة. وهستخدم كوان اه لون الاسود حاجات بسيطة كده لو اي بواقق خيوط عندك هتعمليها. لان نعمل بها العين وهنعمل بها البق والمنخير. زي ما نشوف مع بعض برضو. اه وعندي كمان المزورة عشان المقاسات بتاعتي. وعندي السوستة. وعندي بطانة عشان هركب لها بطانة. وطبعا انت لو الشغل بتاعك نضيف ومش محتاج بطانة ممكن ما تركبش بطانة عادي. ما فيش مشكلة. اه انا هبدأ اشتغل بالليون البيش ده الاول. هشتغل الخيط ده يا جماعة بابر رقم تلاتة ونص طبعا انت تشتغل باي خيط انت حابة تشتغل بيه واي لون انت حباه. اه اي خيط سواء صوف او قطن زي ما انت عايزة والابرة المناسبة ليه. ويفضل طبعا ان هو يكون خيط قطن احسن من الخيط الصوف ممكن تكون بتوبر. اه فانا هبدأ كده اعمل المقلبة بتاعتي هعملها مقاس اتنين وعشرين سنتي. عشان المصطرة اللي هي عشرين سنتي تدخل فيها وتطلع بسهولة. فانا هبدأ اعمل سلسلة بداية بمقاس اتنين وعشرين سنتي. هشتغل الاول بالخيط البيش ده. هبدأ كده بسم الله. بسيب كده زي عشرة سنتي. وهبدأ اعمل عدد بداية للناس اللي مبتدئة اللي لسه مش عارفة. بعمل كده بسحب الخيط من جوه الحلقة. بادخل الابرة بتاعتي. بضيقها. بضيق الحلقة مقاسي الابرة. ببدأ اشتغل عدد من السلاسل بحيث ان هو يديني في الاخر آآ المقاسي اللي انا عايزها له هو اتنين وعشرين سنتي. بسم الله هبدأ كده واحد سلسلة يا جماعة غرزة السلسلة. بدخل كده. بسحب خيط وباطلع من الحلقة اللي على الابرة زي ما احنا شايفين كده. بسحب وباطلع من الحلقة اللي على الابرة. يديني شكل السلسلة كده. بسحب وباطلع من الحلقة اللي على الابرة. انا كده عملت واحد اتنين تلاتة اربعة. هبدأ كده اعمل عدد سلاسل بالمقاس اللي انا عايزها ونرجع نشوف احنا عملنا كم سلسلة. انا اشتغلت يا جماعة ستة واربعين سلسلة زي ما احنا شايفين كده. آآ بالابرة بتاعته تلاتة ونص والخيت بتاعي طبعا انت ممكن نطلع معاك المقاس الاثنين وعشرين سنتي بعدد اقل وعدد اكتر حسب صمك الخيت اللي انت هتشتغل بيه وحسب مقاس الابرة. تمام? فانا بقس كده هوت ستة وعشرين ستة واربعين سلسلة. اهي. اه طلع عندي اتنين وعشرين سنتي بالزبط. زي ما احنا شايفين كده. يعني هي برضو نقصة ممكن نزود كمان سلسلة كمان. يبقى عندي سبعة واربعين سلسلة. اهو. يبقى انا هبدأ سلسلة البداية بتاعتي سبعة واربعين سلسلة. الدون المقاس اللي انا عايزها لهو اتنين وعشرين سنتي. تمام? هابدأ اعمل ايه بعد كده? بارتفع كمان سلسلة. عشان ارتفاع غرزة الحشو. بابدأ ارجع على السلاسل دي بكل سلسلة. بادخل كده في الحلقة الخلفية. وبعمل غرزة حشو. زي ما احنا شايفين غرزة الحشو معي حلقتين بطلع منهم الاتنين. بادخل كده في الحلقة الخلفية للسلسلة. باسحب خيط بقى معي اللفتين على الابرة. باسحب وبطلع منهم الاتنين. غزة الحشو يا جمال الناس اللي مش عارفة. بدخل كده في الحلقة الخلفية للسلسلة. انا عند السلسلة هي امامي وخلفي. والحلقة اللي في الظهر دي. انا بدخل في الحلقة الخلفية اللي هي الامامية اللي قدامي والخلفية اللي هي وراء دي. بدخل فيها وبعدين باسحب خيط بقى معي لفتين. باسحب وبطلع منهم الاتنين. كمان مرة بدخل كده في الحلقة الخلفية للسلسلة. باسحب خيط بقى معي لفتين. بس حبيبها طلع منهم الاتنين. هستمر كده على السبعة واربعين سلسلة. لحد ما عمل سبعة واربعين غرزة حش. ووصل لاول سلسلة انا عملتها هنا. وبعدين نرجع نشوفها نكمل ازاي. انا اشتغلت يا جماعة سبعة واربعين غرزة حش. وعلى السبعة واربعين سلسلة اللي احنا بدأنا بيهم. زي ما احنا شايفين كده. آآ انا بس قبل ما اكمل معاك حاب اقول لكم على حاجة. آآ في ناس كتير بتسألني ينفع المقالم دي اعملها بخيط مكرامية مصر ولا لأ. طبعا ينفع اكيد تشتغلها باي خيط انت عايزها. وبالابرة المناسبة ليه زي ما قلنا في اول الفيديو. آآ بس خيط المكرامية مصر بيبقى سميك آآ عن الخيط ده كتير. فانت اللي بيروبوتك او اللي بيقيدك في الشغل بتاعك آآ المقاسات. تشتغل بالمزورة. تشوفي انت عايزة عرض المقلمة كده كم صنطي. وبتبدأ تعملي عدد سلاسل بالصنطي بالمقاس اللي انت عايزها. اي ان كان عدد السلاسل اللي هيطلع معاكي. طبعا هيطلع اقل من ده بكتير لان الخيط سميك جدا عنده. وبعد كده الارتفاع بتاعك برضو زي ما هنشوف مع بعد انا هرتفع كده بعدد من السطور. لحد ما اوصل الارتفاع المقلمة اللي انا عايزها. طبعا انت الارتفاع اللي انت عايزها برضو هتعملي عدد سطور. وهيطلع اقل من اللي احنا هنشتغله طبعا لان الخيط بتاعي رفيع زي ما احنا شايفين كده. يبقى انت بترتبط بالمقاسات مش بعدد الغرز اللي احنا بنشتغلها. هتشتغل باي خيط وباي ابرة انت عايزها الابرة للمناسبة للخيط بتاعي. تمام? سواء كان خيط سميك او رفيع. اه انا عبدأ اشتغل ارتفع سلسلة عشان اشتغل السطر التاني. بارتفع سلسلة كده. ارتفع غرزة الحشو. بلف الخيط بتاعي او الشغل بتاعي زي ما احنا شايفين كده فيه خروم وراء كده. اللي هي تحت راس غرزة الحشو تحت حرف الفي ده. بابدأ اشتغل على كل غرزة غرزة. انا ما عنديش اي تزايد او تنقص في الشغل بتاعي خلاص. احنا كده بنشتغل العدد الغرز ده بيستمر معنا لحد بخلص القطع اللي انا عايزها. سبعة واربعين غرزة. زي ما احنا شايفين كده. هشتغل على كل غرزة غرزة. من غرز الحشو. تمام? وبعد كده هوصل لاخر السطر هنا. بارتفع سلسلة. ارتفاع غرزة الحشو. وارجع بالسطر اللي بعديه. هوصل لهنا ارتفع سلسلة وارجع بالسطر اللي بعديه. ما ننساش السلسلة بتاعت الارتفاع يا جماعة مهمة جدا. عشان شغلنا يبقى مظبوط. آآ وشكله جميل. تمام? آآ انا عايز اشتغل اتناشر سطر من غرز الحشو باللون البيش ده. فانا اشتغلت معاكم سطر اهوت. هشتغل كمان حداشر سطر. هرتفع كده حداشر سطر من غرز الحشو. وبعدين نرجع نكامل مع بعض. انا اشتغلت يا جماعة اتناشر سطر زي ما احنا شايفين اهوت من غرز الحشو على سلسلة البداية. انا عندي السطور العريضة اللي احنا شايفينها دولة ستة. واحد اتنين تنة اربعة خمسة ستة. كل سطر من السطور العريضة للناس اللي لسه مبتدئة عبارة عن سطر رايح وسطر جاي من غرز الحشو. فبيديني الشكل ده. يعني كل سطر من دول مجوز. انا عندي ست سطور عريضة يعني اتناشر سطر رايح جاي من غرز الحشو. هاقص الخيط بتاعي عشان انا مش محتاج اللون ده خلاص. خلاص بيه. وهسحب الخيط كده من الحلقة قديل اللي على الابرة. عشان اسبته. باسحب الخيط كده بعد ما قصيته. تمام? كده عندي القطعة دي زي ما احنا شايفين كده. هابدأ اجيب اللون التاني عشان هشتغل بيه. لوان لون الغفان. انا باجيب الخيط بتاعي. اللون التاني. ايا كان الالوان اللي هتشتغل بيه. بس احنا المتايدين باللونين دول اللي هما اللون الغزالة عندي. آآ بعمل عودة بداية عادي خالص كده. زي ما عملنا في الاول. تمام? انا قصيت الخيط بتاعي من الجنب الشمال ده هبدأ من الجنب اليمين من هنا. هشتغل. هدخل كده تحت اول غرزة تحت حرف الفي. زي ما احنا شايفين كده. وهسحب عودة البداية دي. بدايقها كده مقاس الابرة وبعمل سلسلة الاول. وبعدين باخد الخيط ده تحت الشغل بتاعي عشان انا نضف شغل اول باول. بادخل في نفس المكان وبعمل غرزة حشو. تمام? انا هبدأ اشتغل غرز حشو طبعا على كل غرزة غرزة زي ما احنا شايفين كده. اهي. وهاخد الخيط بتاعي البداية معي عشان ننضفه زي ما احنا شايفين. انا عندي العدد بتاعي سبعة واربعين غرزة حشو. فانا عايزة اقسم هشتغل كده تمنتاشر غرزة حشو. آآ تحت تحت حرف البي كله من هنا وبعدين هشتغل حداشر غرزة حشو في النص في الحلقة الخلفية من حرف البي ده بتاع اللون البيج وبعدين هكمل تمامتاشر غرزة برضو تحت حرف البي كله. فانا هشتغل كده تمامتاشر غرزة حشو. كده تلاتة. اربعة. هكمل كده تمامتاشر غرزة. بعدين نرجع. انا كده اشتغلت تمنتاشر غرزة حشو على المقChristian كلها. هبدأ اشتغل حداشر غرزة في الحلقة الخلفية. زي ما احنا شايفين كده عندي حرف اهو بتاع الغرزة. الامامية اللي قدامي دي والخلفية اللي وراء. هشتغل حداشر غرزة في الحلقة الخلفية. بدخل كده. وبعمل غرزة حشوة عادي خالص. واحد. اتنين. اهو. تلاتة. حرف الخلفية اللي وراء دي. طرف واحد بس من من حرف ال V. هشتغل كده احداشر غرزة وبعدين نرجع. انا كده اشتغلت احداشر غرزة في النص في الحلقة الخلفية. هبدأ اشتغل تمنتاشر غرزة برضو في تحت حرف ال V كله. وتحت الغرزة كلها. زي ما احنا شايفين كده. ادي واحد. اتنين. تلاتة. تحت الغرزة كلها. هكمل كده التمنتاشر غرزة. ونرجع. انا كده اشتغلت تمنتاشر غرزة جماعة كمان. شايفين الحداشر غرزة اللي انا اشتغلتهم في النص. الطرف الامام من حرف ال V باين عندي اهو. اشتغلت الخلفية بس. يبقى انا اشتغلت تمنتاشر من هنا تمنتاشر من هنا في الغرزة كلها. والحداشر اللي في النص في الحلقة الخلفية. واخدت الخيط بتاع اهو الخيط اللي انا قصيته اهو تحت الشغل بتاعي من الجنب ده. والخيط اللي هو اللي هو بداية الخيط برضو تحت الشغل هنا عشانا هنضف شغل اول باول زي ما احنا شايفين. هبدأ ارتفع السطر التاني زي ما احنا عارفين بارتفع سلسلة. اللي هو ارتفاع غرزة الحشو. بلف الشغل بتاعي. وبشتغل برضو على كل غرزة غرزة. كل غرزة غرزة حشو. تحت الحلقة كلها خلاص. مش هشتغل في الخلفية تاني. زي ما احنا شايفين كده. انا عايز اشتغل سبع سطور من اللون الهفان ده. انا اشتغلت سطر. هبدأ اشتغل كمان ست سطور عشان يبقى عندي سبعة. بوصل للاخر هنا بارتفع سلسلة وبرجع تاني. وبوصل يا جماعة اشتغلت كده اكملت السبع سطور باللون الهفان كده زي ما اتفقنا. وقصيت الخيط بتاعي على مسافة حوالي تلاتين سنتي. زي ما احنا شايفين اه خمسة وتلاتين سنتي عشان عايزاء هحتاجه في الخياطة بعد كده. وانا بقفل المقلمة. اه فبسحب الخيط كده من الحلقة اللي على الابرة دي. عشان اثبته عشان ما يفكش مني. كده. تمام. اه هبدأ اعمل ايه بعد كده? هشتغل المناخير الاول قبل ما اكمل بقية المقلمة. انا عندي الحداشر غرزة اللي انا سبتهم دولة اللي انا اشتغلت على الحلقة الخلفية منهم وسبت الامامية. هبدأ اشتغل على الحلقة الامامية. اه انا عندي جماعة وش الشغل بتاعي ده. اللي هو هيبقى فيه المناخير. عايزة بس قبل قبل ما تشتغل وانت بتشتغل في البداية خلاص بتحدد لنفسك انهي جنب هيبقى وش الشغل عندك وانهي جنب هيبقى الضهر. بعد كده بتزبط شغلك على هذا الاساس. فانا بلف هلف الشغل للقطع بتاعتي كده. تمام? وهجيب الخيط اللي هو الهفان ده. وهعمل آآ عدة بداية. تمام? وهبدأ اشتغل في في الحداشر غرزة دول اللي انا سبت الحلقة الامامية منهم. تباتني كده القطعة كده. وبدخل في اول حلقة اللي هي الحلقة الامامية في اول حداشر غرزة. وبسحب الخيط بتاعي. اهو. وبعمل على الا اول غرزة. غرزة سلسلة بس. تمام? وباخد الخيط القصير ده اللي هو بتاع البداية ده عشان عشان نضفه تحت الشغل اول باول. بعد كده بدخل على الغرزة التانية. الحلقة الامامية في الغرزة التانية بعمل غرزة حشو. يبقى اول غرزة حشو عندي في الغرزة التانية. عشان هعمل تناقص لحد ماعمل المناخير على شكل المسلس. بدخل في الغرزة التالتة. وبعمل الغرزة التانية حشو. تاني غرزة حشو. وبدخل في الرابعة بعمل تالت غرزة حشو. تمام? زي ما احنا شايفين كده بدخل في الخامسة بعمل آآ رابعة غرزة حشو. وبدخل في السادسة بعمل خامس غرزة حشو. وبدخل في السابعة وبعمل سادس غرزة حشو. وبعدين بدخل في السابعة. لأ هنعد كده واحد ونين تلاتة اربعة خمسة ستة اه هدخل في التامنة واعمل سابع غرزة حشو وهدخل في التاسعة وهاعمل تامن غرزة حشو وهدخل في العشرة واعمل تاسع غرزة حشو وهدخل في الحداشر وهعمل عاشر غرزة حشو. يبقى انا الحداشر اللي انا سبتهم عملت عليهم عشر غرز حشو زي ما احنا شايفين كده. هبدأ الف الشغل بتاعي. واخدت الخيط ده ونضفت تحت الشغل. هقص الزيادة دي. وبالف كده الشغل. تمام? ارتفعت السلسلة وبالف الشغل. بسيب اول الخرم ده او اول غرزة ما بدخلش فيها. بادخل في الثانية على طول بعمل غرزة حشو. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. تمام? يبقى انا الحداشر غرزة اللي انا كنت مفوتاهم. اشتغلت اول سطر عليهم عشر غرز بس. والتاني سطر عليهم تسعة. بارتفع سلسلة وبالف الشغل بتاعي. هبدأ السطر التالت هعمل فيه تنقص برضو. التنقص اللي انا بعمله ازاي? بسيب اول غرزة ما بدخلش فيها وبادخل في الثانية على طول. السطر ده هيبقى معايا تمان غرز. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تمام? يبقى انا اول سطر عملت عشرة على الحداشر وبعدين تاني سطر تسعة. وتالت سطر تمانية. وابدأ برضو بنفس الطريقة بارتفع سلسلة. بلف الشغل بتاعي. بفوت اول غرزة ما بدخلش فيها اللي هي تحت الارتفاع. وبدخل في اللي بعدية هيبقى سطر الرابع بقى يبقى كام يبقى سبع غرز حشو. هستمر كده بنفس الطريقة دي لحد ما وصل آآ للاخر كده اخر القطع دي. هقول لكم هعمل كم سطر. عشان يديني الشكل اللي هو الشكل المسلس ده اللي هو شكل المناخير. هستمر كده بنفس الطريقة. تمام? لحد ما وصل للاخر هنا. بحيث نماتنا القطع دي اللي انا هعملها. هيبقى الشكل عندي كده. هتنزل لحد هنا كده. فانا هشتغل كده واقول لكم هشتغلت كم سطر ونرجعتين. انا اشتغلت يا جماعة بطريقة التناقص اللي احنا شفناها مع بعض. تمن سطور من غرز الحشو زي ما احنا شايفين كده. لحد ما وصل عدد الغرز معايا اللي هما كانوا ما بدأت بيهم عشرة. وصل لحد تلات غرز زي ما احنا شايفين. لانا هوقف عندي تلات غرز بس مش هنقص عن كده. آآ الخيط بتاع البداية اللي انا بدأت بيديها هقصه بس كده عشان هنضف الشغل اول باول. تمام? آآ هبدأ ارتفع السطر التاسع. هعمل كمان سطر. عشان اوصل المناخير لاخر الجزء ده اللي هو البيش ده. هعملهم تلات غرز برضو بارتفع سلسلة. تمام? وبالف الشغل زي ما احنا شايفين. هشتغل على طول تحت غرزة الارتفاع كده. تحت الارتفاع بتاعي في اول غرزة هعمل تلات غرز على التلات غرز من غير تناقص. هدي واحد اتنين. تلاتة. يبقى انا كده اشتغلت تسع سطور. ببدأ اعمل كده. هشوف كده المقاس وصل معي ولا لا? اهو. لسه شوية هشتغل كمان ومرة. هشتغل يبقى كده عشر سطور. بارتفع برضو سلسلة. وبالف الشغل بتاعه بعمل على التلات غرز تلات غرز. بدخل على طول تحت الارتفاع. ما بنقص. وبعمل اول غرزة. ادي التانية. ادي التالتة. يبقى انا كده اشتغلت عشر سطور. هقيس برضو كده زي ما احنا شايفين. هشوف المناخير بتاعتي وصلت لحد المقاسة اللي انا عايزة ولا لا? وصلت خلاص تمام كده. فانا هقص الخيط. هقص كده الخيط. بعدين هسحب من الحلقة دي عشان اثبته. عشان ما افكش معايا. زي ما احنا شايفين كده اهو. بعد ده شكل المناخير بتاعة الغزالة. يعني انا كده يا جماعة اشتغلت عشر سطور زي ما شوفنا مع بعض. اه اول سطر عشر غرز وبعد كده تاني سطر تسعة والتالت تمانية والرابع سبعة. آآ والخامس ستة والسادس آآ خمسة. آآ والسابع اربعة والتامن تلاتة. وقفت عندي التلاتة التناقص. ما عادش بعمل تناقص تاني. وبعد كده اشتغلت سطرية دين تلت غرز زي ما احنا شايفين كده من غير تناقص. هبدأ بقى اعمل ايه بعد كده? هجيب الخيط بتاعي اللي هو الهفان. وبعمل عودة بداية عادي خالص. تمام? هبدأ من الجنب اليمين ده. زي احنا شايفين كده. هشتغل بقى اكمل آآ بقية القطعة بتاعة المقلمة. باللون الهفان. بادخل كده في اول غرزة وبسحب عودة البداية. وبداية الحلقة كده على مقاس الابرة وبعمل سلسلة. في اول غرزة وبعد كده باخد الخيط ده معي عشان انضافه. بشتغل عليه. وبدخل في نفس المكان بعمل اول غرزة حشو. هبدأ اشتغل كده غرز حشو على كل غرزة غرزة. تمام? هشتغل اتنين وعشرين غرزة حشو. لحد ما اوصل للمكان اللي فيه المناخير ده. وبعدين نرجع ونكمل مع بعض. انا كده يا جماعة اشتغلت اتنين وعشرين غرزة حشو. وانا عندي القطعة بتاعتي زي ما احنا شوفنا مع بعض اه سابعة واربعين غرزة. آآ اشتغل اتنين وعشرين في الاول اهم. بعد كده هشتغل تلاتة على المناخير مع بعض عشان اخيط المناخير معي بالمرة. وبعدين هرجى اعمل اتنين وعشرين غرزة حشو تاني. فانا كده وصلت للمناخير بعد ما اشتغلت اتنين وعشرين غرزة حشو. بجيب الخيط ده تحت كده. وهاشتغل التلت غرز اللي جايين على التلت غرز بتوع المناخير. بدخل كده في الغرزة بتاعت المناخير اول غرزة. وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور هنا. في القطعة بتاعتي. وبعمل غرزة حشو عادي خالص. زي ما احنا شايفين كده. وبعدين تاني غرزة في المناخير والغرزة التانية في القصادها. وبعدين تالت غرزة في المناخير والغرزة اللي قصادها. اهي. يبقى انا كده خيط المناخير بتاعتي مع القطعة. الخيط ده طبعا هنضفه في الاخر. هبدأ اشتغل كمان بقى اتنين وعشرين غرزة حشو. زي ما اشتغلنا في الاول عشان اخلص السطر بتاعي. فبدخل كده بعمل على كل غرزة غرزة برضو. اهي. كده اتنين. تلاتة. هيبقى الشكل كده زي ما احنا شايفين كده هكمل لحد الاخر وبعدين نرجع مع بعض نكمل مع بعض. انا كده خلصت السطر يا جماعة زي ما شفنا كده اشتغلت اتنين وعشرين غرزة حشو. واثنين وعشرين من الناس يبقى كده اربعة واربعين. وعند التلاتة اللي هم بتاع المناخير كده يبقى سبعة واربعين غرزة اللي هم سبعة واربعين غرزة بتوعنا اللي احنا بدأنا بيه. ابدأ ارتفع كده سلسلة وابدأ اشتغل عدد سطور من غرز الحشو بلف الشغل بتاعي وباشتغل برضو على كل غرزة غرزة. ارتفع بعد سطور لحد ما وصل لمقاس القطعة في الارتفاع بتاعها اتنين وعشرين سنتي. تمام? اشتغل كده بنفس الطريقة الخيط بتاع البداية بتاع القطعة البيش. انا اخدت برضو تحت السطر اللي انا شغلته ده. زي ما احنا شايفين كده. ارتفع كده. ارتفع كده عدد سطور من غرز الحشو باللون اللي انا شغالها به لون ده. لحد ما وصل لمقاس القطعة كلها يبقى معي اتنين وعشرين سنتي. آآ بحيس لما قاتنيها على بعضها يبقى ارتفاع المقلامة عندي حداشر سنتي. تمام? هشتغل كده عدد من السطور ونرجع وهقول لكم كم سطر اشتغلته. انا كده يا جماعة اتفعت بالشغل بتاعي بغرز الحشو آآ سبعة وعشرين سطر زي ما احنا شايفين كده. اهو. هنشوف المقاس بتاعنا كده. اتنين وعشرين سنتي بالزبط. زي ما احنا شايفين اهو. اتنين وعشرين سنتي. آآ طول القطعة اللي انا عايزها او ارتفاع القطعة كده. تمام? بحيس لما اتنيها على بعضها جزئين? آآ يديني ارتفاع المقلامة اللي هو واحد عشر سنتي. آآ اشتغلت سبعة وعشرين سطر السطور العريضة زي ما احنا زي ما قولتوك قبل كده عبارة كل سطر من دولة عبارة عن سطرين رايح جاي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. حداشر اتناشر تلاتاشر. تلاتاشر ونص. يعني سبعة وعشرين سطر. تمام? الخيط بتاعي مش هقصه. عشان هبدأ اقفل بالمقلامة. انا كده كده الشلة قرابة تخلص معي. افضل فيها حبة صغيرين. فانا بعد الخيط كده من الحلقة دي اللي كانت على ابرة. وعشان اسببته وعشان ما تفكش معي. وانت طبعا ما تقصش الخيط عشان هتحتاجه في التقفيل. يا اي ما تقصي نفس المسافة اللي احنا سبناها هنا في الجنب التاني. حوالي تلاتين سنتي وخمسة تلاتين سنتي. عشان نقفل به. انا هبدأ اعمل العينين بتاعت الغزالة. انا هعملها غزالة نعسانة او غزالة نايمة زي ما احنا شايفين. انا عملت اول عين. هعمل معاكم العين التانية. فانا بلف الشغل بتاعي كده. هجيب اي بواق خيط اسود عندي. بعمل عقدة بداية. وهاشتغلها بغروزة منزلقة. اهي عقدة البداية زي ما احنا شايفين كده. انا اشتغلت دي منزلقة من هنا كده نزلت كده لحد ما وصلت هنا. وبعدين لضمت الخيط في ابرز التنظيف وعملت الرموش دي زي ما احنا شايفين كده سأعد هنا انا هبدأ من هنا كده معاكم على الملك بتاعي عشان اشتغل العين التانية كده وانا هطلعه فوق كده هعدّмо الغرز الفاضل عندي هنا واحد اتنين تنتهة اربعة هبدأ من الخمسة يبقى انا هعد واحد اتنين تنتهة اربعة هبدأ من الخمسة من هنا واسحب الخيط بتاعي بادخل الابرة من قدام كده وباسحب العقدة بتاعت البداية من وراء هشتغل بالمنزلك يعني الخيط بتاعي هيبقى وراء فالضاح هسحب كده. وهعمل منزلقة. زي ما هنشوف مع بعض. اهو يا جماعة. تمام? سحبت الحلقة بتاعة العودة البداية. هبدأ ادخل في تاني غرزة على طول. واعمل واسحب الخيط من تحت. واطلع من الحلقة لعى الابرة. وبعدين هدخل كمان مرة. واطلع من الحلقة لعى الابرة زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هدخل المرة التالتة واسحب الخيط. وبعدين الرابعة. عشان بس نفس العدد يبقى زي العين اللي انا عملتها في الاول بالزبط. انا بعمل العين يا جماعة قبل ما اقفل المقلمة عشان يبقى الشغلة سهلة بالنسبة لي زي ما احنا شايفين كده. هقادي كده عدد الغرزة اللي انا اشتغلتها هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هشتغل كده لحد ما وصل تمن غرز. انا اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. السادسة اهي. زي ما احنا شايفين. السبعة. هو حاول اللي اريح اي دي عشان ما شدش الغرزة المنزلجة زي ما احنا عارفين بتبقى مجدودة. انا مش عايزها مجدودة. ايما تشتغل بابرة رقم اكبر آآ نص نمرة. انا كده عملت تمن غرز كده بشكل مستقيم كده. هبدأ ارتفع كده لفوق عشان اعمل اللي هي الحركة بتاعت العين اللي فوق دي. باجي كده في السطر اللي فوق باعمل منزلجة. تمام? بسيب الغرزة اللي فوقيها بروح على اللي بعديها من هنا. باعمل منزلجة. زي ما احنا شايفين كده. مشكل كده. وصلت الهنا. هعمل منزلجة. تمام? كده هاصل كده. هعد برضو الغرز بتاعتي من هنا. انا افضل لكده غرزة حد ما وصل هنا كده. هعمل منزلجة. اهي. يبقى انا كده خلصت العين التانية. زي ما احنا شايفين كده. ببدأ. اسحب الخيط بتاعي من وراء. عشان اقص الخيط خلاص انا مش محتاجاة. انا كده عملت العين زي ما احنا شايفين. هبدأ اعمل الرموش. اقص بس الخيط الاول. زي ما احنا شايفين ده ضهر الشغل. بقص الخيط كده. قصت الخيط وبعدين بس حاول من الحلقة دي. عشان اسبته. زي ما احنا شايفين كده ها. وبنضف الشغل بتاعي بقى الخيط اللي انا منضفها دي. وبقص كده لحاتة الزيادة. زي ما احنا شايفين. اهو. تمام كده هبدأ اجيب ابرة التنضيف ولضم فيها خيط اسود برده عشان اعمل الرموش. والرموش طبعا زي ما انتي عايزة عايزة تطوليها عايزة تقصريها زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اشوف برده اعدي الغرز بتاعتي. واحد اتنين تلاتة. وهبدأ في الرابعة اعمل الرمش بتاعي. واحد اتنين تلاتة. بدخل في الرابعة كده. من تحت. او من ورا الشغل كده زي ما احنا شايفين اهي. وبدخل كده. بسحب الخيط. لو انت عايزة تعملي زوجة آآ مجوز ماشي عايزة تعملي فردي. وفتلى واحدة ماشي مفيش مشكلة. وبدخل كده بسيب السطر ده وادخل في اللي بعديه. واطلع من نفس المكان. اهو. ما بعيد عليه كمان مرة. ممكن ما تعمليش مرتين تعملي مرة واحدة بس لو الخيط بتاعك زوجي. او مجوز. زي ما احنا شايفين كده. تمام? هارجع كده بالقبرة بتاعتي الورا تاني. كده انا عملت اول اول رمش معاك يا جماعة هوا. باروح كده على الخيط من وره وبعدي كده تحت الخيط. لحد ما وصل للرمش التاني. بسحب كده الخيط بتاعي. وبعدي كمان مرة لحد ما وصل للتاني غرزة هنا عشان اعمل الرمش التاني. طبعا هشوف هنا بين الرمش والرمش غرزة واحدة بفوت غرزة واحدة. فانا هنا بطلع برضو. بفوت غرزة وبطلع من الغرزة اللي بعديها. اهي بنفس الطريقة. وبدخل من هنا وبطلع من هنا. او باي طريقة لو الطريقة دي صعب عليك اي طريقة سهلة لك تعملي بها الرموش. ازي ما احنا شايفين كده. وبعيد كمان مرة. يهو كده عملت رمشين. وبعدين بدخل الابرة تاني. في الجنب اللي وراء في الضهر عشان اوصل للغرزة اللي بعديها. بفوت غرزة بين الرمش والرمش وبطلع من الغرزة اللي بعديها زي ما احنا شايفين كده. كده. وبعمل الرمش التالت. اهو. بدخل كده. بسحب خيتي وبعيده مرتين. بعيد مرتين على الرمش. عشان انا شغالة بفتلة واحدة. وبعيد تاني كده اهو. كده عملت تلت رموش ازي ما احنا شايفين اهو. هابدأ اكمل بنفس الطريقة كده. بمشي الابرة من وراء بين الخيط الاسود ده. عشان اوصل لمكان الرمش اللي بعد كده اللي عليه الدور اهو. بعد كده. عشان اوصل للرمش من وراء. عشان الخيط عندي ما يبقاش باين. وبشوف الرمش اللي هنا. بيسيب هنا غرزتين واحد اتنين. بدخل هنا في التالتة. بعمل الرمش بتاعي. تالت رمش عندي. اهو. زي ما احنا شايفين كده. وبدخل كده. بشوف هو نازل فيهن برضو. اهو. بسحب الخيط كده. وبرجع عيد مرة كمان. سهلة جدا يا جماعة ما فيش اي مشاكل خالص. فيش اي صعوبة. من كده عملت الرمش الرابع. هكمل كده الرمش كمان اللي ناقص ده. وبعدين نرجع نشوف هنكمل مع بعض ازاي. انا كده خلصت يا جماعة خلصت الرمش الخامس. زي ما احنا شايفين كده. آآ وسبت الخيط من وراء واقص الخيط. طبعا الخيط ده كلها تتدارى في البطانة. وهتنظفيها برضو نسبتيها كده مع بعضها. وبعدين تقص قص الخيوط الزيادة. وكده كده هنحط بطانة للمقلمة مش هبان عندي اي حاجة من دي كلها. هابدأ اعمل المناخير. هعمل دايرة كده صغيرة عشان احطها هنا. وهعمل البق. فانا بعمل المناخير بعمل دايرة. ببدأ كده بعمل دايرة سحرية. وبشتغل فيها ست ورس حشو. بسحب الخيط كده بعمل سلسلة. وبسلك الطرف القصير ده. عشان اضايق منه الدايرة. وببدأ اعمل ست غرس حشو واحد. اتنين. تلاتة. نضايق الدايرة شوية. اربعة. خمسة. ستة. وبعدين هقفل الدايرة بتاعتي خالص زي ما احنا شايفين كده. وهقفل الاخر غرزة مع اول غرزة بمنزلقة. بدخل كده تحت رأس اول غرزة. بسحب الخيط وبطلع من الحلقة لعالقبرة. وبقفل بمنزلقة. السطر بتاعي. وببدأ اعمل الدور التاني من الدايرة. بشتغل بارتفع سلسلة. وبشتغل فوق كل غرزة غرزتين حشو. يعني بعمل اتناشر غرزة. ادي واحد. اتنين. تمام? هشتغل كده فوق كل غرزة اتنين لحد ما وصل اخر السطر. انا كده خلصت يا جماعة السطر التاني في الدورة اللي اعملتها. اشتغلت اتناشر غرزة على ست غرز. يعني عملت تزايد في كل الغرز. هقفل للسطر بتاعي المنزلقة. تمام? زي ما احنا شايفين كده. وهسحب الخيط بتاعي. هقصه كده على مسافة اعمل حساب الخياطة. ان انا اخيط المناخير. طبعا انت ممكن تلزقيها بمسادس الشمع بس انا بفضل الخياطة. كده قصت الخيط وهسحبه كده. تمام? وانا اخدت خيط البداية معي تحت الدايرة بتاعت الشغل. هقص الخيط اللي هو الزيادة تحت ده بتاع البداية. وهجيب ابرة التنظيف قلضم فيها الطرف الخيط ده. وهبدأ اخيط المناخير. هلضم الخيط كده وارجع لكم. انا كده لضمت الخيط يا جماعة. هحط الدرن اللي عملتها هنا كده مكان المناخير كده. وهبدأ اخيط كده. بطلع الابرة من وراء. وبعدين ادخلها تاني قدام. وبعدين اطلعها وراء تاني ارجعها وراء تاني. ما يكون مسكة المناخير دي كويس عشان ما تتحركش مني. تمام? وهبدأ خيط كده زي ما احنا شايفين كده اسبتها كويس. وعدين نرجع نكمل مع بعض. انا كده خيطت المناخير يا جماعة سبتها. هارجع من وراء كده. زي ما احنا شايفين. هسبت الخيط بتاعي. عشان اقص الخيط الزيادة. بسبت كده بابرة التنظيف. اهو. مرتين تلاتة كده. تمام? وبعدين بقص الخيط. يبقى انا كده خلصت المناخير بتاعتي فاضل عندي البقق بس. هعمله. وهعمله بمنزلقة برضو. تمام? دي شكل كده زي ما احنا شايفين. فانا عشان اشتغل البقق على ملكي فبقى بالقطعة كده. هشتغل البقق هنا كده. بعمل بجيب الخيط برضو اي بواق خيط اسود. بعمل عودة بداية. وبعدين بجيب الخيط من تحت. هعمل البقق كده مسلا على مسلا واحد اتنين تلاتة من خمس غرس كده تحت المناخير بالزبط. بدخل كده الابرة بتاعتي من هنا. وبسحب عودة البداية من وراء اللي انا عملتها. تمام? اهو زي ما احنا شايفين كده. وببدأ انزل كده بشكل نص دايرة كده. بالمنزلقة اهي. بطلع كده. انا سحبت خيط مع بعض. خيط مع بعض. هسلك بس كده ازبطه. اهو يا جماعة ببدأ كده انزل اعمل شكل نص دايرة. بس حبو اطلع من الحلقة اللي على الابرة. غرزة منزلقة زي ما اشتغلنا العين بالزبط. بروح على الغرزة اللي بعديها. بس حبو اطلع من اللي على الابرة. وبعد كده بمشي عدل. واحد. اتنين. بحاول اريح ايدي في المنزلقة عشان متبقى الشدى الشغل بتاعي. تلاتة. تمام? وبعدين بارجع تاني. اطلع كده بالشكل نص دايرة. برضو. من هنا كده. واحد. اتنين. كده عملت بوق الغزالة. زي ما احنا شايفين. هابدأ اسحب الخيط من الورا برضو. من نفس الغرزة اللي انا خلصت فيها. باسحب الخيط كده. بقى الشكل كده زي ما احنا شايفين كده. هابدأ اقلب كده. وازبط الخيط بتاعي. هسحب الخيط كله من الحلقة الاخيرة دي. عشان اثبته برضو بنفس الطريقة. تمام? زي ما احنا شايفين كده. وهقص الخيط الزيادة. طبعا كل الخيط دي زي ما قلت لكم هنضافها. وكده كده انا هنحط بطنر للمقلامة بتاعتي. بقى ده شكل الغزالة يا جماعة زي ما احنا شايفين كده ده الوش بتاعها. هنبدأ نقفل بقى. هنقفل ازاي? هنقل بالشغل كده على بعد وخلي الظهر بتاعي وراء. براء. والوش بتاع الغزالة جوه. بعد كده بعد ما خيط هقلب. فانا بجيب الخيط اللي انا سيبته في البداية اهو. بقفل بيه بغرزة منزلقة. بادخل كده. كل غرزة قصادة تانية تحت راس الغرزة بالزبط. باسحب الخيط بتاعي. ازا ما احنا شايفين. وببدأ اقفل بمنزلقة. طبعا رايح ايدي برضو في التقفيل عشان الغرزة ما تبقاش مجدودة. ممكن تقفل بابرة رقم اكبر شوية نص نمرة او نمرة. وباسحب الخيط منزلقة. وباسحب تاني. الغرزتين كل غرزتين قصاد بعض. انا عندي عدد السطور متساوي. زي ما احنا شايفين كده. اهو. بقفل كده بمنزلقة. كل غرزتين قصاد بعض. هيبقى الشكل عندي كده. هكمل لحد الاخر. ونرجع نشوف هنكمل مع بعض ازاي. ما كده يا جماعة قفلت المنزلقة زي ما احنا شايفين المنزلقة معنا اهي. هقص الخيط بتاعي. نسيب زي عشرة صنط كده عشان الخيط ما فكش معايا. وبعدين باسحب الخيط من الغرزة الاخيرة عشان اجمده. تمام? هبدأ برضو انا اضافه تحت الشغل بتاعي. وبروح على الجنب التاني. بقلب كده. وبجيب الخيط برضو طرف الخيط اللي انا كنت سايباه. عشان ما انا اسقص خير كتير فلازم نعمل حسابنا في الخياطة. وباسحب الخيط وبقفل بمنزلقة زي ما عملنا في الجنب التاني بالزبط. هبدأ اسحب كده كل غرزتين قصاد بعض. زي ما احنا شايفين كده. وهقفل بنفس الطريقة اللي قفلت بها الجنب الاول. وبعدين نرجع مع بعض. انا كده خلصت الجنب التاني برضو يا جماعة. باسحب الخيط كده. تمام? وبقص الخيط بتاعي. وبعدين باسحبه كمان مرة من الحلقة دي عشان نسبته. بعد ده شكل ظهر المقلمة زي ما احنا شايفين هبدأ قعدل المقلمة كده. مقلبها على وشها. ده الشكل بتاعها. هبدأ اجيب الخيط تاني لخيط الهافوان. ممكن تبروزها بخيط البيج زي ما انت عايزة. اي لون انت عايزها. انا هبروزها بنفس الخيط اللي هو الهافوان ده. هعمل لها كده بغرزة مزالقة وعامل العلاقة بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده. نجيب الخيط بقى ونشوفها نكمل ازاي.